وقد استهدفت رؤساء جمهورية كإبراهيم الحمدي وكرئيس صالح الصمات وأيضا استهدفت حتى المواطنين وحتى استهدفت بشكل متعمد الصحفيين كالصحفي حبط الله الصبري الذي استهدفت منزله مما تسبب في قتل اثنين من أبنائه وأيضا والدته حتى أن العدوان السعودي قد استهدف منزلي بصاروخين ولكن صاروخ لم ينفجر وصاروخ كان بعيدا وحصلت أضرار في البيت إذن العملية مستمرة لكن اعتراف السعودية بقتل الرئيس الشهيد صالح الصمات وتهديدها باستهداف القيادات القيادات الوطنية التي تقف ضد العدوان في هذا الوقت هو يعبر عن حماقة كبيرة لماذا؟ لأن اليمن قد أصبحت قادرة على أخذ الثأر وما صرح به العميد يحيا سريع واضح جدا بأننا لن نقوم بعملية انتقامية واحدة لمقتل الشهيد الرئيس صالح الصمات وإنما بسلسلة من العمليات الآن لم يعد في إمكانهم إدانة ما ستقوم به اليمن من رد فعل هذا الشيء يتعلق بالقوات العسكرية ولكن قضية الانتقام لمقتل الشهيد الرئيس صالح الصمات ستبدأ وستنثث لكن ما طبيعة هذه الأهداف أنا لا أعلمها ونقول للسعودية نحن لم نقلق من قصفكم ومن تهديدكم قبل أن تكون لدينا وسائل دفاعية قادرة على ضرب العمق السعودي نحن بالنسبة لنا نحن طلاب شهادة نحن لا نقلق نحن نقول اللهم لا تجعلنا نلقاك إلا شهداء إذن هم الآن من سيخافون ومن سيقلقون نتيجة لهذه التهديدات هذه التهديدات لم تقلقنا لماذا؟ لأننا تحت القصف الآن هم فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم والقيادة السعودية لم يعد في إمكانها ممارسة عدوانها من موقع آمن وهذا الشيء أصبح واضح للجميع وحرصا منها على سلامة المواطنين السعوديين نحن نطلب منهم الابتعاد عن المقرات العسكرية والتي تستخدم عسكريا أو من بصور الظالمين والظالمين يعرفون أنفسهم منه حكومة الفنادق لم تمتلك أي سلطة أصبحت رهن الإقامة الجبرية في الرياض حتى أن قيادات المكونات السياسية التي أستدعت العدوان وقيادات حكومة الفنادق أصبحوا إما رهان